ويمكن انا كمان في الاب الروحي كمان اه بس ده حالة مختلفة ده حالة مختلفة خالص بس لما بتيجي حتى حالة مختلفة وهو عشان برضو ده حاجة من الناس ما تعرفهاش انه ريمون مقار ومحمد عبد العزيز كانوا عايزين ان انا اعمل المسلسل بتاع الاب الروحي ده تلت اجزاء كل جزء ستين حلقة بتقولهم ايه ده ايه ده ايه ده ما تجوش جب حمينا في الحده دي خالص لا 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 هم خمس حلقات اعملهم لكو في الجزء الاول قال وشكرا هم خمس حلقات اتقوله اه وكانوا هم دول لا هم في ذلك الوقت مش مش شايفين كمنتجين يعني ايه الفايدة من ان انا اطلع في عدد صغير من الحلقات هم طبعا قاعدوا يعملوا مفاوضات مع ايمان فخلوهم سبع حلقات بدلا من خمسة ويعني بيعملوها وهم متضايقين مش رادين عايزينك اكتر ولكن عارفوا المردود بعد ما اتزاع المسالسل ان السيد الجمهور قاعد مستني انا لسه على فكرة واحد سألني مبرح في الشارع بقولي هو الجزء التالت امتى وطوله قال الله يا ابني ما عرفش انا مليش علاقة بالموضوع انا خلاص يعني هو بيسأل شخص اشتغل في المسالسل هو بيحبه هو شافه في عدد محدود من الحلقات في الاول خالص لكن ما نسهوش هو ده اللي انا كنت عايزه يحصل عشان توحشهم السيد الجمهور اما اتفرج على النجم الكبير اللي جابوه ده قاعد له خمس ست حلقات ومشي ومشي هيجي تاني فيقعد هو يستجلبه في خياله حين في كل مشاهد وهو بيستمتع بهؤلاء البقيين بقى الشباب اللي طلعوا في المسالسل دول كلهم يعني كويسين وبيقوموا بالمهمة بتاعتهم بشكل كويس جدا فبيسالوا السيد الجمهور ولكن بقى في ذهن السيد الجمهور الشخص اللي طلع في الاول ده واختفى ولا ترى هو حييجي في الجزء التاني حيطلع واحد يمكن من هو كان راجل من الزواج يعني حيطلع واحد من عياله المجهولين بس يطلع الشابة هو يعني حاجات من ده عايزينك تاني تعليقات هم ما كانوش شايفين ده في الاول أستاذ محمود لو سألتك عن سيرة ذاتية تحب انك تجسدها على الشاشة في حد معين ده ما حبش أنا ما تحبش خالص ده خالص ما بحبش ما بحبش بشكل عام يعني ليه وما بحبش ليه لأنه بيتم تعليب الشخصية في العمل الدرامي وتبقى هي دي العنوان بتاعه وموضوعه لا يبحث هات انتي أي شخصية من الشخصيات اللي اتعمل عليها أفلام أو مسلسلات ويسيبك من الحاجات اللي هي عندنا حاجات مهلهلهلة وما عفيقاش بحث من التاريخ كويس لا هاتي نمزج نكحة زي هم كل صور لا هاتي نمزج من الغار بقى بيكاسو هاتي نمزج من الغار شوف اه يعني لسه أول مبارع حد كان بيكلم بيجيبوا الدفوهات أنا بتكلموني عشان أعمل فيلم عن الموسيقي الكبير جدا عبدو داغر لأن أنا حتى معايا تقريب منه يعني جدا واشتغلت له مدير أعمال 3 سنوات فبحكي حكايات بتاعته ليه محمود ما تعملش فيلم ده يطلع أعظم من فيلم أماديوس مثلا قلت له آه يطلع أعظم من فيلم أماديوس بس أنا مش أعمله بقى قال لي ليه بقى وقلت له عشان حيعلب الشخص دا يعني أنت بتفرج على أماديوس هتفرج على الفيلم كدراما وتشوف الشخصية طب أعمله إيه بقى يعني عمل إيه موزر طور في إيه جدد في إيه كان أثره إيه في الموسيقى يعني ما حادش عاد ما حادش بيدر فبيعلب الفنان أو في المهنة المعينة في علبة وتبقى هيا دي الإعلام بتاعه وكافة ما بيكملوش بقى الدرس بتاعه تبقى الدرس بتاعه تبقى الدرس بتاعه تبقى الدرس بتاعه